مقرر الكيميا العضوية وما زلنا مع شبطر اتنين الالكانز والسايكلوالكانز المحاضرة التانية النوميكليتشر او التسمية وهناخد الجزء الاول من التسمية الايوباك رولز فور نيمينج الالكانز يعني القواعد العامة اللي بنسمي بيها الالكانات القاعدة الاولى بنقول write the base name for the longest chain of carbon atoms write the ending end يعني عد عدد زرات الكربون وانهي الاسم او العدد بالمقطع ان يعني والله لو عندي زرتين كربون يبقى المفروض زرتين كربون اسمهم اس بننهيها بالمقطع ان باسمه اسان لو عندي خمس زرات كربون بيبقى بنقول bent وبننهيها بالمقطع ان وهكذا القاعدة التانية لو عندي branching او تفريع من السلسلة الهيدروكربونية بتاعتي بنقول بنبتدي ترقيم زرات الكربون طبقا لنفس القاعدة اللي فاتت longest chain ولكن بنبتدي الترقيم هنا من اقرب زرة للتفريع بتاعتي القاعدة التالتة لازم نحدد اسم وموقع كل substituent والمقصود بsubstituent ده الجروب او الزرة المستبدلة لزرة الهيدروجين في مركب الالكان وبنقول arrange the substituent in alphabetical order وبيتم ترتيب الصبستituent ابجديا طيب use the appropriate prefix الراجب بيقول لي استخدم المقدمة المناسبة لعدد الجروبس اللي عملت احلال لزرة الهيدروجين يعني مثلا لو عندنا اتنين بنسميها dai لو عندي ثلاثة substituent من نفس النوع بنسميهم try اربعة substituent من نفس النوع بنسميه tetra وهكذا وبيقول لي لا تعتبر البرفكس دي في الالفابيتيكال order بتاعة الترتيب يعني دي ما بنعتبرهاش ما بنحطهاش في دماغنا لما بنيجي نرتب الصبستituent ابجديا القاعدة الخامسة والاخيرة write the name as a single word اكتب الاسم بتاعك كأنه كلمة واحدة use hyphens اللي هي الداشة الصغيرة عشان نفصل بين الارقام والحروف واستخدم الكومة استخدم الكومة عشان نفصل بين الارقام وdon't leave any space يعني ما تسبشي اي فراغ في اسم المركب اشتركوا في القناة